أهلاً ومرحباً بكم في جلسةٍ جديدة واحتفاءٍ جديد بمدعٍ آخر مدعينا العراقيين شكراً للمدى شكراً للمدى لأنها أتاعت أو تتيح لنا الفرصة دائماً للاحتفاء بالمدعين الذين رحلوا وما زالوا بيننا هذه المرة سنتخيل أنفسنا أبطال رواياته التي تستنشئ هواء برداد وعطر القهوة في المقهى البرازيني فصاحب البحث عن وليد مسعود ما زال معنا يترقب حركاتنا وسكوننا كي يهبط علينا مرة أخرى ليؤلف روايةً عن حاضرنا رواياته كل اجتهاءاتنا لأنه وبمجرد أن يمسك بالقلم حتى يستحضر شارع الرشيد بكل باراته ومقاهيه وكأنه قد ولد في باب الشيخ أو حسن جديد قاشر إنه جبرى إبراهيم جبرى هذا الذي دلنا على كل دهاليس أزقتنا وهو القادم من فلسطين فمن حقه علينا أن نستحضر إبداعه الذي ما زال يحرظنا على البقاء في المقاهي أو البارات التي أصبحت مجرد ذكرى في عام 1996 وتحديداً في مجلة آفاق عربية كتب الأستاذ فخري خليل مقالة من تحت عنوان روسنيات قصائد جبرى إبراهيم جبرى قصائد للليل قصائد للنهار يقول الأستاذ فخري خليل أنه التقى بجبرى إبراهيم جبرى قبل وفاته بأسابيع في بيته في شارع الأميرات وقلب جبرى من الأستاذ فخري خليل أن يقرأ له قصائد الحب التي كتبها وهو كان قد تجاوز حينها السعين جبرى إبراهيم جبرى الذي كتب العديد من الروايات وأنتم قد معظمكم قد قرأها فمثلاً رواية صيادون في شارع بيق التي كتبها بالإنجليزية وترجمها الأستاذ جابر أصفور تحدي عن حياة بغداد في منتصف القرن الماضي وترجسد فيها منطقة الميدان عالم بالآخرات بالاشتراك مع عبد الرحمن منيف وهي إداناً للوضع العربة وأخيره أيضاً رواية السفيدة وكما تعرفون أن جبرى إبراهيم جبرى يحسب أيضاً على الفن التشكيل فهناك التشكيل أيضاً ورساب في الوقت نفسه كان بودنا أن نعرض عليكم اليوم فيلماً وثائقياً عن جبرى إبراهيم جبرى هذا الفيلم الذي انتجه عام 1996 وكتبه الصديق الشاعر خزع الماجدي وأخرجه الصديق الفنان صباح فنجان المقيم حالياً في استراليا وقد حاولنا أنا وزمين علي السيل أن نحصل على الفيلم ولكن بسبب أمور فنية لم يصل هذا الفيلم الفيلم عنوانه قنديم شارع الأميرات إن شاء الله في فرصة أخرى يعرض هذا الفيلم أيها الأصدقاء جبرى مثل قامة كبيرة مثل جبرى إبراهيم جبرى لابد أن نستمع إلى الشهادات والأوراق التي تقدم اليوم من قبل النقاط والمتعين العراقيين لنستمع بهدوء ونتمنى أن تكون القاعة هادية رغم الحرب أول المتحدثين أستاذي الناقد الكبير الدكتور شجاع العام شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة للمشاهدة وصادفاً أحد أصدقائه وهو ديسمنت ستورت الكاتب الإنجليزي المدرس الذي درس معه وكلاهما درس في كلية ملكة عالية فيه لعداء اللغة الإنجليزية ماذا كان؟ أصدقائه نعم وسنجد صورة لسلوك دزمون دستور وتفكيره في رواية جابرس يادون في شارع ضيق التي ترجمها محمد عصور المترجم محمد عصور كان يشعر بشكل محمد عصور بالطبعاً هو محمد عصور ويشعر بشكل محمد عصور ويختلف عنه جميعاً كأوروبي يزور بلد أو يعيش فيه بلد من العالم الثالث ومعصورة ومعصورة دزمون دستور لديه رواية وترجمة إلى العربية جيداً وينقدام الفضائع الإنكليز أو الإنكليزي غير المرغوفين نتحدث نتحدث عن تصورات المترجم للأوروبية وهو مثل كل المستشرقين الأوروبين الذين زاروا جميعاً في الشارع ما زلت أذكر كيف البطل يدهش بصورة السماء في الليل والنجوم البراقة فيها ومنطقة 160 على طريق الرطمة ومقاهد صفية يعني معظمنا شافها تقريبا كانت الدائشة تأخذه ويصف بدقة هذه الأجواء والنجوم والليل والسماء الصاحية لأنه طبعاً يفتقل إلى هذا السماء المهم سيرة ديزمون دستور ربما وضعه هو ديزمون نفسه في هذه الرواية لأنه كان الشخص ناطئ بالنسبة للدبلوماسية الإنجليزية كان يسبب له الفضائح في العراق لأنه شخص شعبي تعجبه الحمامات الشعبية والمقاهر بل حتى فضلات الأطفال في الشوارع يعجب فيه يدعج فيه كان هذا فضيح بالنسبة للنسبة مهم أطلت كثيراً في هذا الموضوع ربما كنت أنا على تماس برواية جبرة أكثر من شعره وعلى شيء من نقده أيها جابر شخص تفكير غبرالي حاول أو في كل رواياته كان يدين العنف والقنع في الأنظمة العربية ورواية السفينة والبحث عن وليد مسلود روايته والغرف الأخرى التي كانت تحول فيها من الرواية الواقعية إلى إلى المسلوب الكافكوي وهي حقيقة رواية دالة بشكل كبير جداً يعني يكفي أنه بطلها ينادى بأسماء مختلفة وهي ليست اسماً له كان يفترض أنه نمر المكلاء أنا لست نمراني وقال لا أنتظر إلى آخري كصور عن هذه الرواية من سلوب كافكوي كابوسي أنا أعتقد أنه في النقل أيضاً قبل أن جبرال لديه كتابات كثيرة في النقل من البلد الأولى إلى الحرية والتوفان إلى النار والجوة كتب كثيراً وربما نحن اليوم بحاجة إلى إعادة كراءة جبرالجين نحن يعني لن ندعك منقل الأمور بصراحة أن جبرالجين كان في جبهة على ضد من الأحزاب اليسارية الموجودة في الوطن العربي وفي العربي بشكل خاص وربما هذا أدى إلى خللين أو خطأين الخطأ الأول أن لا نتفهم جبرالجين والخطأ الثاني أن جبرالجين يجور على فنه أحياناً أنا قبل أيام عددت قراءة بعض كتب جبرة النقدية ووجدت أن مثلاً جبرة حين كتب عن الجواهري أو عن نزاء قباني قرأت مقالي أن لم يكتب أحد مثل ما كتب جبرة عن الجواهري مع أن الجواهري عموماً يحتسب على اليسار وجبرة عن التيار الليبرالي لكن هذا المقال قيم إلى درجة وبعيد عن الهواء وبعيد عن الانحياث وجبرة عندما يكون بعيد عن الهواء والانحياث يكتب بشكل رائع وعظيم ومفيد يعني جبرة شاعر كلنا نعرف أنه شعر من مدرسة الإحياء هو التقليل ولذلك لم يكتب عنه كل شيء زهيب غيره لكن جبرة استطاع أن يكتب دراسة مقارنة بين شعر جبرة يقارن بشعراء في اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية ويوازن بين شعر جبرة وبين الشعراء العرب والمدماء منذ طرفة وزهير ويضع يدعي على تقنيات مهمة في شعر الجوائري لم يتحدث أحد عنها كمثلا تقنية حوار الديرامي المنالوجي الديرامي بمعنى أن شاعر الجوائري كان أحيانا يحدث نفسه في كثير من الأحيان خاصة عندما يشعر بأنه صار في طريق يعني طريق مؤلم ومتعب وكان ممكن أن يختار الطريق السهل وأنا ما زلت أذكر قصيدة الجواهريات تجلة الخيال أذكر أبيات كنت أعتقد أنها من باب الخيال ولكن عندما قرأت في ذكرات الجواهري اكتشفت أنه يتكلم عن حقيقة وهو أنه فيبرال بعد أن انتقل من الفندق أسكنو في شقة وكان يصرق من الكوابيس لا يصرق أنه الجيران يترقون أبواء بابه لأنه كان يصرق في كوابيسه هذه دوانة جواهري في مذكراتي في قصيدة يقول الجزء يقضان أطرافي وعالجها مما تحرقت في نومي بآتوني وألبس الجذر الدكناء تطبرني أن لست في مهمة بالغير مسكوني وأستكن إلى ماء أعل به أن ليس ما فيه وأستكن إلى كوب أعلو به أن ليس ما فيه من ماء بغسليني وألبس الجذر الدكناء تطبرني أن لست في مهمة بالغير مسكوني كانت هذه كوابيس الجوائرين التي تحدث عنها أيضا في مذكراتي في مذكراتي المهم جابرة في بداية الخمسينات كان في بغداد وكانت بغداد جنة يعني أنا طبعا لم أرى إلا في التسعة والخمسين جنتها طفلا ولكن عرفت أيضا كتاب عرب مثل الكاتب المصري العردني إذا ذكرون غالب هلسة غالب هلسة كان مجموم بحب بغداد وكان أحيانا يتكلمني في في القاهرة أريد أن يروني يعني كنت أردون لما أدى ما عندما أقول حكي لي عن بغداد حكي لي عن عام 53 كان أنا في بغداد وأخرجت السلطات والأمن على الحضور مثلما أخرج فيما بعد في الثمانين نفس متصرع كانت بغداد جنة ربما في كثير من الأدى سنة جد صورة يعني يعني جبرة المبشر بالفكر بالفان بالرسل بالأدى كان تأثيرا جدا ما يوقف على جبرة هو قلته لأنه أحيانا يجور على فنه ونحن أحيانا جرنا في الحقيقة جرنا وأنا يعني أقترح الآن إعادة قراءة جبرة والكتابة عندنا من جديد بروح بروح جديدة يعني بروح بعيدة عن التعصر بروح 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 فتحدث عنها كسية وأتذكر حتى عبد الكريم قاصر باصر يعني أحد الذين نقشوه بهذا الموضوع وعن الفرق بين الرواية والسجرة وبعدين في سنة ثمانية وسبعين صدرة الرواية نعم الرواية نعم سنة ثمانية وسبعين صدرة الرواية الباحث عن وليد مسعود يعني طبعا أولا جبرة أشخاصه يكررون من رواية إله يعني في السفينة وفي الباحث عن وليد مسعود شخص مثقق دائما الفنان هو بطله والحوارات تدور بين أشخاص وثقفين وفنانين ولهذا الشخصيات بالأساس لا تستغير ولا تتقوم لأنها من البداية هي مكتملة ومتعدتها في البحث عن وليد مسعود قام جبرة بعملية أنه نحن نعرف هناك رباعية في الأذن من رباعية الإسكندرية من رباعية الإسكندرية الدولة لورنس داريل إلى ميرامار كما بعد العربية هذه نواية التي كتبت تحت تأثير نظرية ألشتاين في النسبية والبعد الرابع والنسبية في فهم العالم والمتعاد عن الحقائق المطلقة جبرة سواء ثمانية عملها ثمانية يعني ضاعف الرباعية إلى ثمانية أشخاص ما الذي يحدث في أدى الجمرة يعني أنا أعتقد في هذا الرواية هناك أسطرة عالية لأولا شخصية وليد مسعود وليد مسعود شخصية لا يمكن أن تكون شبيهة بالبشر المتقب لكل موضوعات والفن ناقب ومفكر وتاجر ومهندس وشحاب ومخاتل ومخاتل في ثورة الفرسطية الغريبة وفحل الفحول الجسدية والفرسطية في كل هذه الموضوعات هذه شخصية أسطورية ما نعتقد أنه جبرة وقعت حتى تأثير طيب صالح في روايته موسم الهجرة للشيار رواية العظيمة يعني في ظني أنا ما أفتقد أي رواية عربية إلى مصابة هذه الرواية العربية يسمح أسد كمال أسد كمال أسد كمال أسد كمال لنكمل إذا عندك تعقيب يعني هذه معروفة تقاليد للدوات بعد ما ينتهي المستاذ هل يمكن أسد كمال سأجيلها نقاط بعدين قم بخير أسد ديمقراطية ناقب نعم هناك مقولة عن بلزاك عند بعض المقادة الغربية أن بلزاك كان رواية وفنان عظيم عندما يدخل الإيذولوجيا في فن كان يخبر هذا يحدث أيضاً عجام رجل بطل الرواية أصلاً البحث عن وليد مسعود هو فلان من الناس يكتب بحثاً عن سيرة وليد مسعود ويتصل بكل معارفه والذين عايشوه وجايلوه يأخذ معلوماتهم اثنين من هؤلاء الناس أحدهم يدعى كاظم وهو شيوعي والآخر مارتسي وبراني كل الشخصيات تمجد في رواية جبرة ما عدا هذين الشخصين يرسم لها صور كاريكاتيرية متناقضة مبحكة ساخرة كأن كاظم مثلاً هو وليد يكون في الأورس دي ويخرجان من الأورس دي ويلتقي بهما عامل فيصافح كاظم الشيوعي ويصافحه كاظم لكن كاظم بعد أن يذهب العامل يخرج من جيبه قنينة عطو ويعقم إيه ويعقم إيه ويحرم كاظم من السارد دون الآخر يعني الشخصيات كلها تروي كاظم يحرم من هذا يقمع يعني في الرواية مع أن الرواية بنيت على متعدد التأصوات وتبشر في الحرية وضد القمع ويعني الحقيقة تناظل وتكافح ضد الأنظمة الجمولية والقمعية في الوطن العربي ولكن فيها هنا في الرواية هناك قمع هناك إبراهيم أيضاً إبراهيم يبدو كأن الكاتب يتعاطف معه ولكنه يتكلم بنفس اللغة التي يتكلم بها الوليد وليد وسعود والآخرين يعني هذا صوته واحد هو صوت جبرة لغة جبرة وأسلوب جبرة هناك رؤى متعددة ولكن هناك صوت واحد لغة واحدة لا تتغير وأيضاً نجد أحياناً نمط من هذا السخر بهذا الفكر أنه ومن حيث تدري أو لا تدري يطلع إبراهيم بمقولة لنين مثلاً ما لا يعمل لا يخطي أو مقولة أخرى عندما تصبح الحياة غير قابلة للمعيشة أو عندئذ تحدث الثورة يقول ومن حيث تدري أو لا تدري يطلع إبراهيم بهذه المقولة فنحس هذه للأسف أحياناً بقدر ما الكثير من الناس كان يعادي جبرة لأنه ينتبه إلى اتجاه لبرالي يميني لنقول الكثير من اليسار عادة جبرة أنا أذكركم بالمرحوم عبدالله يعني عبدالله أحمد هاجم كتابي المرأة هاجم هاجم لكثير فعرفت فيما بعد دوا ليش قال لأنه درس جبرة طب لماذا لا أدرس جبرة وجبرة أثر في الثقافة العراقية ورواية شخصياتها عراقية يعني السفينة والبحث عن وليد مسلود بياع عراقية وشخصيات عراقية وهو جنس جنسية عراقية سنة خمسة وخمسين وتزوج من لميع العراقية كيف لا أدرسه قال هذا غد اليسار يعني إذن هناك يعني لنقول خطأ متبادل خطأ متبادل بين القراء وبين جبرة جبرة يجور أحياناً على ممثلي هذا الفكر ويعادي هذا الفكر بتزمد ورواياتي عندما يصور شخصيات كهذه لا يصورها بنزاة لا يصورها بنزاة ويجور على أدبه أنا أعتقد أنه أنه يعني نحن الآن نحن الآن بعد خطرة من وفاة الرجل وفي أوضاع وفي أوضاع جديدة علينا أن نعيد تقييم أنا قلت مثلاً عندما كتب عن جواهري بلا بلا هوا بلا تحيوس كتب مقال من أجمل ما كتب عن أفضل علمياً أفضل ما كتب عن الجواهري عندما يخلص في عمله هكذا ولكن عندما أيدولوجيا هذا الشخص تتدخل في عمل الفني هي تجور على هذا العمل وتحدد خلل كبيراً فيه أنا أدعو الآن يعني أن نعيد جراءة جبرى من جديد بعين جديدة بذهنية جديدة أخرى غير متحزبة وأن نقول هذا نعطي للرجل ما له ونقول ما عليه وأكتفي بهذا القدر لأسمع الآخرين أبحث بكتور شجاع العاني مع طال روايات جبرى إبراهيم جبرى نتمنى أن تخف تعليقات زميلنا كمال لطيف سالم قليلاً من هذه حتى نستطيع أن نكمل الجلسة إذن سنكون الآن مع الأستاذ الشاعر والمترجل ياسينق حافظ له رؤية أخرى لنستمع إليه سامحوني إذا تحدثت حديثاً قد ترون فيه اختلافاً ولذلك آثرت أن أكتب كلمتي رغبة أن أكون دقيقاً قليلاً وأن أيضاً أتحمل مسؤولية العشرة الحديث عن جبرة عادة ما يكون عن مؤلف مترجم ومولع بالذلك واحد يبحث عن الحياة بحال وبعيد هو عن الحياة والزحام بحال جبرة إذن ممتحن محنة وجودية هو لا يريد مواجهة الطوق وهو يتناسى أو يرجع الأسئلة سأحدثكم لنصل إلى عينات في 1969 تعرفت إلى جبرة رحيم جبرة وكان موظفاً في النقطة الوطنية هذه النقطة وكان ذاك يكتب تعريفاً لديواني الأول الوحش وذاك وهو ديوان صغير محظور فقد رسم لوحته ريال عزاوي ورسم خطوطه محمد صعيد صقار وعرف به جبرة إبراهيم عرفت جبرة ثانية في لجنة عهد إليها أوائل السبعينات لإعادة تأسيد اتحاد الأدباء العراقي كانت اللجنة برئاسة المرخوم شفيق الكماني وأعضاؤها جبرة إبراهيم جبرة علي عباس حلوان فؤاد تترلي وياسي الضار احتراماً للتاريخ أقول شفيق لم يتدخل وقال لكم الاختيار ولن أغيره ولن أغيره كان السؤال كيف نختار الأدباء ونحن نعلم أن الدولة تريد منظمة شعبية وتريد ناساً وقد تقدم عدد غفير كلًا يحمل مختارات من نصوصه ومنها قطاصات من محة أو من القرى قال جبرة وهذه أولى العينات على كل حال أجل الانتباه لعبارة جبرة على كل حال يجب أن نختار هذه النقطة مهمة ستفيدنا في الحديث على أي حال يجب أن نختار فصار الاتفاق ما دام هذا هو المستوى العام ففي الأقل نرتضي بمن يعد بمن نتوسم أنه سيقوم ما اختلف جبرة هذه النقطة مهمة ما اختلف جبرة مع أحد طيلة العمل توفيقية وليجب أن نختار الأولى وما اختلف مع أحد ثاني دلالة دلالة الانبعاد عن المواجهة أو المجاهرة بما لا يريد ثم كان اللقاء الطويل معه الذي استمر ثلاث سنوات إذ عملنا معا في نجلة النشر في دار المؤمون نختاره ما يترجم كان المبدأ أن نختار إبداعا وفنا والأفكار لأصحابها وهذا رأيه جبرة هذه العينة ثالث وكما ترون هي اعتزالية ثانية في الثقافة في الابتعاد في عدم الإخرار بالاختلاف لتجنب حدته من هذه المصالحات الظاهرية نفهم جبرة اليومية كما نقرر حقائر قد لا تكون مريحة لكنها حقائط ترسم الإشكال الوجود لجبرة الذي يبدو هادئا بدقة أكثر الذي يلوذ من خارجه بالثقافة الحقيقة الصعبة التي في الصميم هي استقاد القضية المركزية هذه تترك فجوة وتخلخلا في الجهد الثقافي مثل ما تترك فراغا في الحياة والسدارة كان يترجم أدبا رفيعا فنًا أفكار مهذبة وأعنيها أينما أقول مهذبة قريبة من نخب عربية محدودة الأسماء قريبة من ظلال الليبرالية الناعمة قريبة للصالات الأنيقة بدقة للموائد المنعزلة في الصالات المشكلة أن جبرى ماديا ليس منهم هو لا يراهم إلا في منازبات متباعدة أو في الرسائل هو يعيش أجواءهم من بعيد وأخذت هذه الأجواء بعضا منها لكنه وهنا المفارقة لم يكن له غير راتبه التقاعد وما يكسب من قلب جبرى إذن قريب من الزحان والشارع جسدا وبعيد عنه ثقافة وأجواء روحه هي الحرب ربما هو يستنجد بالثقافة والذور ربما هو يستنجد بالثقافة والذور ربما هي فشفته بين السلامة والعراق الصاخر وربما أيضا هو الواقع أدركه فرأى يغذي جنين المستقبل بنسغ ثقافة وروح فن وبداية كل الجمع هذه اغتمالات فما اختار غثاء فما اختار جبرى غثاء كان دائما على مرتفع لكن إن انتماء الذي يعيش كفافة يومه إلى أثرياء الصلاة ونخبهم أعني انتماء المعوج للطرف البعيد هو الذي أوجد محنة راح جبرى يزهل نفسه عنها من لا يعانيها وما باح بها يوما لأحد خسارة أيها الأخوة خسارة العمق الشعبي ذلك هو الذي قلت عنه أوجد فجوة في الثقافة وفراغ مخيف في الحياة الآن عرصنا لماذا نجيب معه هناك العمق الشعبي زحام الحياة والصراعات والمسارات الحقيقية والأوجاع الحقيقية والنضال اليومي هناك الاتصال مع نتغ الحياة الحي مع المجرى العظيم لا مع الصور والظلال لا مع النماذج واهنة فيها وذلك في رأيه القسم الأول ذلك في رأيه هو الذي يصنع أدبا عظيما من شكس بير إلى دستردسكي إلى ترجنيف إلى ديكنز وهمل وإلى نجيب إنما أسماه سلام موسى قبل عقود أدب الشعب هو الذي نفهمه اليوم ونعيد تسميته فنقول الحياة قبل الأدب وفي الأدب وبعد الحياة تكتب خلال من ارتضوها مغمونا ومصيرا لا أن نكتب على الحياة المعيد تلك الخسارة يدركها الكتاب جيدا مثلما أدركها رامراند رساما من قبل وأدركها دوير سيدرك هذه الخسارة الفاتحة من شغل عن مائدة الحياة الرحيبة المتجددة بحلوى النظريات وجبرا قبلنا وجبرا قبلنا قبلنا كلنا يعرف ذلك ويعرف ذلك جيدا أنا أعرف جبرا لكنه ظل منزوع السلاح والقرار مستقرا غير مستقرا القاعد شفوا فالك آخر وحطة المسيطة للتضبع من يعيش منطقة عده وقلمه ينتبه إلى الدخل المترج المسيطون لم يأتوا لأنه مسيحي في غيره والمسيطون لم يأتوا لأنه حديث المواعد تلك غابت ساعة موته وغابت بعد موته وليحمله جماذة إلى أين خارج المدين لأن أحمد السكار دائما مثقفا لكننا نعسي أنفسنا بأن السكار لا يزال يتكلم وكأنه أكثر من الذين يصعدون إلى المنصة عزاؤنا فيك عزاؤنا فيك أن أتمنى أن باستاذ كمان أن تنصت للأخير وهذا المداء الأخير أيها الأصدقاء نتمنى الهدوء من الجميع لكن لا نسمع أيضا الأستاذ كمال أيستاذ نستمع الآن إلى كلمة رجل مسرح كاتب ومخرج مسرحي تبيض سيتحدث عن الأستاذ جورو راهي جبرا الأستاذ الفنان الدكتور عقيم مهدي فرس شاعر والإنسان الطيب والمثقة أنا لا أريد أن نطيل عليكم لأنكم استمعتم إلى أثنين من رموز ثقافة العربية شجاع العالي وياسين طاه واثنين هم ناقد وقاص والآخر شاعر ويحسن التأويل بحيث تخنى في قصة شعرية في المداخل التأخيرة وهو من حاز للشعر ولذلك يشوفون نوع من المرارة عنده ونوع من الحنق تجاه الأرستقراطية في الثقافة أنا اعتبر جبرا هذا الوديع الكائن الرائع اللي جان من القدس المقدسي اللي عاش هنا في هذا المكان في فندر اسمه على غير محتوى ووضع فكان متعد وكان ينطق مستعش فليس الحسين مردان حتى يصحح المسودات مالت المسودات عندما يترجم طبعاً وكان مندهش لطيبة هذا الرجل لإنسانيته لجمالية بيته بحيث يقول هشني يعني حتى قرب المغسلة هناك موضع الكتاب في كل زاوية هناك مجموعة كتب هذا الرجل يعتبر يعني وفاد الطالب كثيراً ودلاء على مصادر ومراجع مهمة اعتبر يعني نوع من تكنولات الأدب العراق فعلاً هو من شبل من اليسار وكناس مقاد عندنا كبار معروفين يعني يكنون له يعني ما أرد أقول الكراهية وإنما عدم الحب لأنه لم يكن في مد يساري واضح المعالم وناس يعني محتدمين في صراعاتهم لم يكن منهم بل كان يمثل فعلاً الحرارة الليبرالية نوع من الاستقلالية الطرحات الأوروبية اللي قالت شبه محرمة في أدبيات اليسار العراقي المسألة الثانية أنه احنا عدنا بالمسرح خليل لطران شاعر رائع من الشعار اللي جدده ترجى مننا نصو شكسبيل كما يقول السيد أنه شاعر الأقطار العربية فعلاً لكن جاء جبر بنوة مغايرة تماماً باللغة العربية وهو الملم تماماً باللغة الإنجليزية بدلالة أنه فعلاً يكتب باللغة الإنجليزية وتترجم فيما بعد إلى اللغة العربية وهذه نعتبرها خاصية استثنائية كبيرة لا يمتلك الكثير مما يدعون الترجم لأنهم محادييين النظرة إلى قضية علاقة اللغة الأم باللغة التي يتحول إلى هذا النص شفته هو طبعاً قدم شكسبير لنصوص رائعة من عصر النهوة انتقل الانتقال الرهيبة إلى بكت في انتظار قودو لكي يترجم هذا النص العبثي الطليعي ويحرص على أن يتحول هذا النص إلى اللهجة العراقية الدارجة على اعتبار أنه فعلاً وحدة من خواص المعقول والعبث والأبسود إلى طليعي المصرح الطليعي أنه هو يهشم اللغوي يدمر النسق اللغوي ويحولها إلى كلمات شبه مقطوعة لاهثة يعني مرآوية وليست حقيقية بالمعنى الأدب المكرس أيضاً إجاني لمسرحية وكتاني شرف لكل منها حق مغفلية اللي العاصفة كان هو بترجمها وبترجمة دقيقة وجميلة وكان عندما يترجم الناس يغني بكل الإقرار التاريخي المطلوب وبلغة أيضاً راخية لغة جبرة فأنا كنت خايف لأنه دكتور سلاح القصر يعني ما يهم الحواه أما أما أستاذ جبرة وشكسبير والنفس المقامي هو قائم أساس المنظوم الحوارية فكان مستقبل القضية بطريقة لم أحدها بواحد من قبل عندما يترجم شيء لأنه كبعا العاصفة وهي تعتبر يعني المحطة الأخيرة بعبقرية شكسبير يعني وانصح أخواني الأعزاء ممن لم يقرأ هذا الناص المسلحي المهم لكي يصل إلى عبقرية شكسبير التي شخصها أستاذ جبرة تماماً في مقدمته أيضاً نذكر وإحنا طارعين أجي أب رصير جليل كبير فقال قدم لك بنتي وإذا بنت فاتنة جميلة حيوية قال تريد بس تتعرف عليك واستوعبها بطريقة عجيبة غريبة لأن هو عند قدرة كما قال الزوجته الهاشمة يعني العسكري فقلت لت يقول قلت ليش حبيتيني يقول قلت لي أنت عندك قدرة عجيبة أي شيء بسيط تحول إلى بدش بدش أي قضية عديهم هو فعلاً عنده فطنة وعنده ذكاء وعنده مرونة وعنده خصوبة بالقاموس اللقوي بحي في مس شعري وسحري لكلام العادي فيحول من حال إلى أيضاً نذكر أحد زملائها واخوتها من الأردن مستمر بجانب يعني يقول لإستاذ جبرة كتب مقدمة هائلة لوحدة شويعرة وليست يعني بالشابات يعني مقدم عمري الكبير وأيضاً من جبالياته أنه ما أدري ماذا سيكون حال الثقافة العراقية لو لأنكم فيها جبرة ربهم احنا احترم كل الهواء 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 بالسلبة والإيجاف يعني يعني هو أعتقد فرش فرش يسمى بالحافات العليا للثقافة بالبدئية الأولى بالنمطية العليا فأنت تشوف مثلاً التنموذيات هو يمكن شحم جيل كابل بما فيهم السياء أيضاً جاب السلبة الرواي بكل عملكته بحيث ترجم يعني الصفر والعنف أعتقد كم نص رواي مهم يعني وأيضاً هاي المدينة الجميلة اللي كتب عنه مال القلعة قلعة تكسل اللي بيها أيضاً استفصارات نقدية جيدة هو كان ينتقل بشكل دار وكبير فإذاً هو يعني أسمي أريستقراط في الأدب يعني سموه التكنقراط في الأدب المسألة الثانية هو طرح هذه الإشكالات الكبرى وأيضاً هو هذه التعدلية اللي عنده يعني لك في فخر أنطلع عن جواد سليم هذا الكراسي الكبير الفخم اللي بي وعي وبيشرح وبيثقافة علمنا شنو ضرورة الرسم والنحد والفنان عندما تصار رؤى إلى فعل يعني كما قلت مرة أن بغداد تحولت بفعل جواد سليم إلى بغداد أخرى لم تصبح بغداد كما كانت بفعل الفن وفعل الفن الخلاقة الكبيرة هل نشكركم ورجو أن أكون قد أضفت شيء قسيب الأستاذ الدكتور عقيل مهدي على هذه الاستذكارات جميلة رائعة وشكرا لأستاذ كمان لطيف سالم لأن استجاب أنه كان قليل من الهدوء نتمنى أن يستمر في هذه الهدوء بعد العاصفة التي تحدث عنها الدكتور عقيل مهدي أحدهم سرحيان إذا تسمحوا لي إذا بس تسمحوا أنت تعرفون في جلسات بيت المدى الفقاف والفنون هناك تقاليم وهذه التقاليم تعرفونها أكثر مني أن هناك أسماء تتحدث وموجودة أمامي في هذه الوريطة البيضاء الصغيرة فأتمنى أن ترحموني وترحموا هذه الوهد حتى نستمر إذن سنتمنى أن يكون بيننا الصغير الناقض التشكيلي عادم كامل إذا كان موجودا سيد علي حتى تكون استعادة جبرة إبراهيم جبرة استعادة تلم بكل اهتماماته روائية والترجمة هل استعادة عسل؟ يسمع اسمع حقraw شكرا ومع ميزة بين الشعر الحر وقصيدة المفهوم في بداية التمثيلات الحقيقة عندما أطلقت نازك الملغكة على قصيدتها قصيدة التفقيل الشعر الحر اعتبر جبرة ذلك خوض بين المفهومين الشعر الحر خالي من الوزن والقافير بينما القصيدة التي تكتبها نازك لها قصيدة تكاد تكون كلاسيكية جديدة موزونة ومقفات بشكل متناوب الحقيقة جبرة إبراهيم جبرة ميز هذا هو والشاعر توفيق صاهر عندما أصدر عام 1954 توفيق صاهر ديوانة ثلاثون قصيدة قتلت على هذه القصائر وقد سبقه بإطلاق هذا المفهوم الشاعر جبرة إبراهيم جبرة لأنه قصيدة النثور من الفرنسية تعني قصيدة خصائص وتميزة توثلها نصوص رامبو اشراقات أو قصام باريس لبودلير وهي تختلف عن ما يكتبه وات وايتمن أي غريفنس الشاعر الحق الحقيقة كتب إبراهيم جبرة أول ديوان له ثموز في المدينة عام 1959 والكتاب الثاني المدار المغلق عام 1964 وعام 1979 لوعة الشمس بعد ذلك فأعتم بالتسكينات طلعت الأعمال الكاملة بيروت تجمع هذه الدواوين من الجدير يعني بالمثكر أنه الشعر الحر أو الغريفرس اللي هو خالي من الوزن والقافية بدأه العماليون ابتداعاً من رفاقي البودري بديواني الربيعيات الموقع الصادر حام 2003 ومروراً مراد ميخايد ديواناً نزمات وزوابع والمروج والصحاري عام 2003 هذه الدواوين هي من الشعر الحر الخالي من الوزن والقافية حتيت حسين مردان حركة حسين مردان حركة كبيرة داخل هذا المنذج هذا الشعر الحر حسين مردان سمى استداده النثر المركز ولكن بخصائصها وبمتابعة وقراءة هذا النوذج هي نوع من الشعر الحر كالقصيدة محمد الماغض مثلاً الحقيقة قيضاً أريد أن بنوه لكل ما يكتب قال تحت عنوان قصيدة النثر هو نوع من الشعر الحر أو هو الشعر الحر قصيدة النثر قصيدة صبرية تحتوي على محتوى هذا المحتوى المتتابع المترادث هو الذي يجعل منها قصيدة أو لا قصيدة ويوثل وخير من يوثل هذه نصوصات التواقض تودية وربما نوه الشعر الكبير سركون بولس مرة الحوارة قال أنا أكتب قصيدة حرة أكتب وربما لم يكتب سركون بولس سوى ممكن عشر قصائد نثر حقيقيا هي كتلة ذات فصائص تختلف عن الكبير الشعر اللي عندي اللي عندي اللي عندي قصدت جبرا براهيم جبرا جبرا براهيم جبرا حقيقة قبل وفاتي بالأسابق كان جبرا براهيم جبرا وفقري خليل شخ فقري خليل اللي هو مترجم ومهدن ولحاد يترجم كان في الفن التشكيني في مجلة آفا الحقيقة أنه في المنفع ومغادرة قبل وفاتي بأسابيع كان جبرا براهيم جبرا وفقري خليل وفقري خليل جانسين كعادتهما في شرفة داره في شرفة داره عصرا قال جبرا الفقري دعني أسبوع كلاسيي شعرا كثبت مع أساطق في الأول الأخير وفي نيتي أشعروا بعد حين في دوال باسم روس روسنيات 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 الروسن نوع من الزوبق الأبيض يتفتح عند الفجر لمشوق الساق في أعلى بتلاته رذاذ مردي يتميز بشذابه هذه من القاموس أعتقد أن جبرا يشير لهذا روس سنيات عشر قصائق بعضها للليل وبعضها للنهار يستمر جبرا بالحديث للفقري يقول ولا أكتموك سرا لقد أشت هذه التجربة بصدق رغم الإنمي جاوست السبحين فقالت تجربة مثلة ومستحيلة في مقت نفسه وخلع يقرأ بحماس ذهب تعادته غنافا من كتابة فصل الرواية أو مقطع من قصيدة أو تحريف بفنان راقي له عمل حقيقة كان رحمه الله يطلب الانتقراط الذي يمتي صاحبه بكل ما يكتبه وكانه بحاجة كليل حقا وحين انتهى اقترح عليه فقري أن يطبع الديوان كله بثق يده فاستحسن الفكرة وفضل كذلك انترافق القصائد كلها رسوم تحقيقية لفندانه المفضل راقام دبتوب وسأل القصيدة المسودة لفقري أن يضع لها تصميما لديوانه المرتب ما تجرب دون أن يرى ديوان المرتب وبقيقة القصيدة عند فقري قليل ينشرها لأول مرة في مجالة أفاق بعد وقفائه بشهور وسوف ننشرها في المدى قريبا بمقدمها عن شعرية الرح أقرأ قصيدتين من هذه المسودة حبيبتي تملق الفضاء ضياءا فلا أرى إلاها كأنما الدنيا أرامها محياها ونهداها وكلما عانبت شعاعا أحاطت به ذراء فقدر عاها وكلما تحرك غصن أو طار طير تحركت فوق أهداي يداها وكلما لابس النسي أخدي أدركت إنه شفكاها وإذا دخلت ظلا أزرقا هامسا قال إني شعرها وهمس هواها وهمش شعرها وهمش هواها يا ضياء يا ضياء أن تونخثني ضائعا الذي أنسى وقل لي هل هي التي قد غوتني أم أنا الذي قد غواها أصيدة ثائر أصيدة الشائر السلام عليكم أسمحي اللي موجودين خارج نباق هذه الدائرة يعني نتمنى أن يسكت أو يدفدوه حتى نسمع القصيدة القصيدة قرقبوة التاسع قصيدة الشاعر صليبه يحمله مع حبه ساعدا عبر القلم إلى قمة الهوجات حيث البروق والرعود والعقبان فكان الماء قد تهل الخل من شربه والرمح يترقب لحظة الطعن في الخاصرة يطعن الشاعر صيحته ويطلقت الشاعر صيحته الأخيرة زعتة الموت التي تشكله الدربة بعجوبة ويطلقت ويطلقت طبعاً أكيد يعني بعد أن ننتهي من الشهادات والرح تقدم هنا على المنصة أكيد هناك إذا كانت تعديل ويطلقت نستمع الآن إلى شهادة الأستاذ الشاعر والنادة على الفواسف ويطلقت أكيد 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 سؤال موسيقى موسيقى واسعنا أن جبرة يمثل ظاهرة ثقافية ينبغي أن نتعاقى مع إشكالاتها ومع أخرى من إشكالات في المشهد الثقافي العراقي منذ نهاية الأربعين وإلى يوم مفاتف هذا المثقف كان مثقف دهول المثقف شمولي جبرة مات عام 1904 ونحن نستعيده عام 2020 كم هي القسوة التي يملكها المشهد الثقافي العراقي وكم أن هذا النسط الثقافي العراقي ينشوه إلى حد أنه لا يعيد تراءت أو لا يعيد إدامة ملفاته الثقافية بشكل أخلاقي بشكل إنساني بشكل معرفي خاصة وأن جبرة أيضا من الذين أسهموا في صناعة التفاصيل السرية للجسد الثقافي العراقي جبرة لم يكن فلسطينيا بالمعنى المعرفي للفلسطيني فجبرة كان كائنا عراقيا بامتياز والدليل على ذلك أن كل اشتغالات جبرة إن كان على مستوى اشتغالات الأسطوريات هو اشتغال على الأسطورة العراقية بشكل أنه رسخها كعلامات معرفية داخل الصناعة الثقافية وقرن هذه الأسطوريات بسيرورة التحول داخل الثقافة العراقية حتى أن الكثير من اشتغالات السياب كانت بتأثير من جبرة إبراهيم يعني خاصة معرفة السياب بالأسطوريات أو اهتمام السياب بالأسطوريات كانت إلى حد ما هناك أثر لجبرة إبراهيم ربما بحكم الزمال التي جمعت جبرة بالسياب في الخمسينيات يعني خاصة وأن السياب قد كتب الأسطوريات وكتب القصيدة ذات المنح الأسطوري في بداية الخمسينيات وليس في الأربعين يعني حتى ربما كان هناك هذا الكتاب هو ظهر ككتاب لكن هناك ربما دراسات ربما كانت هناك علاقات أنا أعتقد أنه خلال دراسة هذا الخيط المعرفي ما بين جبرة وما بين السياب ربما نجد أو نشتهد في أننا نجد هذا الشيء المميز أن جبرة ربما أن التقدير لم يصدر بالأديولوجيا كما تحدث بعض الأصدقاء لا أديولوجيا اليسار ولا أديولوجيا اليسار جبرة كان مثقفا مدينيا الثقافة العراقية كانت ثقافة أشبه بالثقافة التريف جبرة كان مثقفا مدينيا ربما بحكم سيورته الأولى في مدينة القدس وانتقاله إلى كامبرج وكذلك تشكله الآخر في بغداد هذه الانتقالات جعلته مدينيا بالمعنى المجودي للمدينة وبالمعنى المعرفي للمدينة وبالمعنى الدلالي للمدينة حتى أن أبطال الروايات التي كبه جبرة كانوا يتمتعون بهذه الصفات المدينية الخالصة نوع من الأرستقراطية نوع من العلاقات التي ربما هي غير معلوفة داخل الأوساط الأخرى وهذا ما جعل جبرة متفردا جبرة صاحب مزال جبرة صاحب زاوية معرفية خاصة هذه التشكلات ربما هي التي جعلت جبرة ينظر له بعين الريبة دائما حتى أن البعض الذين شككوا بعراقية جبرة والذين هاجموا جبرة أنا أعتقد كانت هذه الهجومات التي شنت على جبرة لم تكن مبنية على وعي ولم تكن مبنية على مسؤولية بخذر ما أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تتعلق بسلوكيات معينة بمواقف معينة كانت هي التي تقود البعض للتهجمات والدليل على ذلك أن جبرة كان يهاجم من الكثيرين يعني كان يهاجم من اليسار كان يهاجم من اليمين يعني عبدالله أحمد وكذلك سامي مهدي يعني الرجل أيضا كتب بشكل كان عنده مواقف قاسية من جبرة إرهيم جبرة أنا يعني لا أبرر هذا القضية بقضية إيديولوجية وبدلع أنه جبرة كان أيضا متناغما مع الدولة يعني كانت متناغما مع المسار العام السياسة العراقية ولم يكن نافرا عن هذه السياسة وكان موظفا مؤسساتيا بامتياز كان مؤديا لكثير من الأعمال التي أونطت به على مستوى الصحافة على مستوى الإدارة عمل في المتحف العراقي عمل في وزارة النفط عمل في مؤسسات أخرى بسبب خبير بسبب مترجم يعني عمل لم يكن نافرا عن التوظيفات التي كلف بها من قبل هذه الجهة لكني بتقديري أن هذا النمط الخاص أو الشخصية الخاصة شخصية البطل المديني شخصية الكائن المديني بكل ما تعني هذه المدينة من معاني ودلالات هي التي جعلت جبرة في الزاوية الأخرى وربما أنا بتقديري أيضا أن التقافة العراقية كانت تقافة زراعية كانت تقافة ريفية في أغلب تماظراتها حتى وإن كان هناك أنماط أخرى قد زحفت إلى هذه التقافة لكنه خاصة الرواية العراقية ظلت رواية يعني راحلة من الريف إلى المدينة وأن الأبطال الذين كانوا يتمثرون داخل الكثير من النسيج الرواي العراقي كانوا يعانون من هذا القلق قلق الانتماء إلى المدينة إلى الريف قلق الانتماء إلى المكان أي أن المكان العراقي داخل أغلب الروايات العراقية كان مكانا قلقا عكس جبرة جبرة حتى حينما ينتقل إلى مكان قلق مثل السفينة كان داخل هذه السفينة هناك مدينة أخرى مدينة لها دلالات معينة من خلال طبيعة الأبطال من خلال طبيعة الحوارات من خلال طبيعة النسيج السردي الذي يقترحه جبرة داخل هذه الفضاءات تجعل من جبرة كاتب مديني بالمعنى السردي بالمعنى المعرفي بالمعنى الدلال جبرة الذي أثار حادث تفجير بيته بالأيام الأخيرة ربما الكثير من الألم والكثير من الشجن ونحن أيضا نبعو من خلال مؤسسة المدى إلى أن لا أقول فقط إعادة قراءة جبرة لأن جبرة قد قرئ كثيرا لكننا نبعو إلى وضع جبرة حقيقة داخل السياق الثقافي العراقي وليس مطرودا كما يدعي البعض جبرة ابن الثقافة العراقية وأحد الذين حملوا الثقافة العراقية ونقلوها إلى مناطق أخرى ندعو من خلال هذه المؤسسة إلى أن يصار إلى جعل بيت جبرة الذي حطم والذي دمر بفعل العمل التخريبي الإرهابي ندعو إلى أن يتحول إلى متحف هذا البيت وأن تدعى كل المؤسسات وكل الأصدقاء الذين لديهم مختنيات من جبرة تشكيلية وملفات أخرى أن يبادروا إلى فعلا أنه نحترم جبرة وأن نعيد وضع جبرة داخل السياق الثقافي العراقي من خلال جعل بيته في شارع الأميرات أن يتحول إلى متحف لكي نقول أننا أوفياء للذين عزسوا الثقافة العراقية ونحن لا نكره أحد الاعتقد أن إعادة جبرة عراقيا هي الشعار الذي يبغي أن يرفعه أن يتطفون العراقية السياق الثقافة العراقية ومعكس بكل الأعراب السياق لم يكن في يوم ما لم يكن السياق في يوم ما في حاجة مدى بلان وبلان هو صحيح جاء من القرى وكلما جئنا من القرى كلما جئنا من القرى ولكن جئنا محملين بثقافات وبثواعات أما أن يأتي أولا إلى المدينة لكي يبا أن نظلم هذا وذات خاطرة هذا الذي ليس ربما جبرة صحيح وترجم وترجم السحب العم وأخطر رواية أمريكية صدرت في ذلك العصر لأنها كانت تحتوي على تحويل بالرواية الأمريكية من النمط التقليدي إلى النمط الغرائم من النمط يسمون تداعي من جي الشخصية المجنونة تحويل النمط إلى بالرواية الأمريكية تحويل إلى الرواية الأرابية لا نجي محظور ولا تنبق الحكيم ولا إيوح صحيح جبرة كان مترجم وكان ولكن ليس ليس له تأذير لا على بدل ولا على أي يجب علينا أن نحترم أنه بدل هو مخطط بدل شاعر كبير بدل بدل جاء من البصرة يكتب العمودي وجاء إلى بغدر وتحوله إلى الحروب الشعري الشعر الجر فما كان فلان وفلان لو أن تأثير من الحياة لذلك صحيح بالأربع عينات كان هنا ما المنطقة جبرة ما أمكل فضل على الترجمة وعلى الكتابة بموارية وما كتب عن هذه الطرقات الضيقة أمامها ولكن لم يكن له يعني أنه هو الذي كلا سيابي كتبت قصيدة شعر أو كلها كده كده لا هو له دول بالترجمة نعم يعني سيد كمال يعني خلاص الكلام يعني أنت تقصد أنهم لم يستفد من جبرة ما ينتظر لا يعني هو مترجم من دول الدبائر العراقين يعني يعني مو جو حبار يعني الإسطورة موجودة لدي أشاري بدل محافظ ماكوحد دول من الدبائر جو حمطة لأ طبو بضغط محافظ بسر كمال حتى نسخ المجال لأخرين ده 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 وعند طول الساق أنا السلام عليكم رحض رضيفة معلومة ذكرها المرحوم جغرة برحلة الثانية جبرة وفحمة صحفي ذكرها جغرة في رحلة الثانية اللي قبعة في بيروت سنة سبعة وستين وذكر إنه في أبان الحرب العلمية الثانية ودارت رحاها بين الروز والأرنان فهربوا بعض الفناني البرونيين واللي أثروا وكانوا طلاب في باريس بالفن الباريسي فهربوا وكان مجيهم إلى بغداد وفي سنة الف تسعمائة وثين واربعين أقام معرف في بغداد للفنانيين الرواد الكبار فالتقوا هؤلاء الفنانيين الفرونيين مع جواسرين وفاق حسن وغيرهم وبدت المداولات عن الفن الحديث ومن بعدها قاموا جول الفنانيين الفرونيين يجدون إلى معج الفنون الجميلة صارت إلاقات وغيدة مع الفنانيين الرواد ومجالسهم في مطلع البرازيني فإنستشف من هذا الكلام أنه الفنانيين الرواد والرسامين ونحاتين اتأثروا بهؤلاء الفرونيين وهو الفن الحديثي أو الفن التشكيلي وشكرا نعم 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 شكرا لسأة جبار شكرا لسأة جبار السلام عليكم وليد علي مخلص جبار رهين جبار أكثر الدبار لا يعرفون مساهمة السينا في عام تسعة سيناريو كتب سيناريو كتب سيناريو بالتسعة سنين كتب سيناريو عن فارق حسن سيناريو تعليق أخراق صبيح بالتسعة بالتسعة واني من تشتل فيلم التعامل مع صبيح بالتسعة بالتسعة مخرج فيلم ساخر بس الفيلم حسن بك سعى سبعين بس فالتسعة المنتاج السينما كانت الميذيولا الغرفة مالتها مضر فمن الرئيس كان يريدي ملاحظة أقوم دمه بالميذيولا لكي لا يحصل لها فكان على الدوام لكي يقول أن أصبح العقب ومع اسم الكنين قلت له اسمي وليد يطفي وأكمل عنه ومرة ثانية أمينا يقول لي اسم الكنين قلت له وليد مرة ثاجة منكررها يقول لي اسم الكنين قلت له وليد مسعود ففتح الغرفة وقل لي تتقراني قلت له بالآخرين وعدلت الروايات والله يرحمه هو الفرح كل شي كانت مساهمته بالسين بهذا المجال من اتجاه التشكيل بعدين كتب سيناريو فيلم جدور الثمي التشكيل وعراق المعاصم طولة تقريباً حوالي 35 دقيقة المونتاج أيضاً آلي والمخرج السميحة الكريم الله يرحمه مخرج فيلم سفر البحرة كتب السيناريو كتب تعلم فكان فكان الشباب من الرسامين قصة قليلة ما يعرفهم فأنا كتب أقول له حسام عبد المحسن مثلاً وآخرين شباب ومعادة ومعادة من الرسامين الثمي الثمي الفيلم كان كان متوازن فشعلت الضومة الظرفة ماذا تحاول هذا التعليق هذا السيناريو إلى كتاب قال لي ما عندي الصور مال الكتاب يعني الصور مال ثلانة التشكيلية قلت لاني وفركيها من خلال نقتف مال الأفلام قال لي عليهم فوفرت له أفلام النقتف وطبعها للكتاب يسمى بنفس الاسم جذور الفن التشكيل العراق المعاصر والكتاب طلع بعدين الفيلم يلا طلع عوارة يعني بسبب كانت المعركة وانا كنت نصور صور المعركة أرنب وأجيب وشنك المنتج من سواء فالكتاب ظهر بسوا بعدين يلا الفيلم والفيلم فاير حسن والفيلم جذور الفن التشكيل العراق المعاصر اتبخرا وانتبخرا بس الله يده من أحرق السيناريا والمسرح من أحرق الأفلام من أحرق الأرشيف بس الله وانتبخرا وانتبخرا من أحرق الأفلام عن المصورين والفتغرافين وانتبخرا عن جاسم الله الحمام وعن نار مرمزي فاستدعيت كتابة النص وكتابة النص التعليق عن موازمين كثيرا الآن سوف نتمنع بيت آخر من عائلتها عائلتها سافنا بها لكنها من صار المترجم لن يكونوا موجودين وهذه الحسنة حاولنا أن يبقوا على قيدها